قالبه يعني ستاشر المفروض ستاشر تمانتاشر راح عملينا سامن في النص فكرة سبعتاشر انا تفهمش دي سبعتاشر يعني مش فاكر بقى الظروف طيب عشان نلعبه تانية في الانديهات تانية تلحقتنا ١٨ بقى كان بدايت بقى ايه التقلق التقلق وظهورنا بقى لان كان فيها المباراة اللي هي سبعة واحد بتاعت سبعة واحد بتاعت اهل والزمالك اهل والزمالك المارش كان عندنا في استاد التيتش كان ملعن على اخره ١٥٠٠٠٠٠٠ انا كلنا بنتفرق كنا مخلصين التمرين ونطلقنا عادنا فوق فكانت مباراة بصراحة كانت مباراة رهيبة وانت بتلعب من صغرك انت اللقتي كنت تلعب في الشارع ايش فيه كان بيبقى فيه جمهور احيانا كده حول الملعب كتير انما لما لعبت على ملعب التيتش وشفت الجماهير دي كلها هل الجماهير دي فرقت معاك لما كبرت تعودت عليها تعودت عليها طبعا اه وانو انا في النشيء احنا كنا بنلعب كان بيجينا جمهور واحنا في النشيء كان ملعب بـ ٢٠٠٠٠٠ اه اه كان بيجينا جمهور كتير وفي التمرين وفي التمرين كمان اه اه اما كل ما بتكبر كل ما بتاخد ثقة بنفسك اكتر وبدأت خلاص بقى عكبت فتح السر وظفك انك لبرو وظفني لبرو فضلت لبرو لحد لا فضلت لبرو لغاية لغاية ما طلعت درجة اولى درجة اولى درجة اولى انا محمود عبدالفتاح وعدل يوسري اه اه كان معنا ناس اه وكان فوق فيه محمود عبدالحي فوق بقى زى ما انت عايز مش بيطة وعادل الجمال ايوا ورفعت حسن شيري عثمان شريف مدكور جمال صلاح حسني ورجب عبد المنعم ورجب عبد المنعم وحازم كرم وحازم كرم كان نقول كيبر وكابتن احمد ماهر رحمة الله عليه كابتن احمد ماهر الله محمد وكان مين تانى كان في لقى شريف مدكور وصلاح حسني وصلاح حسني كان فيه نجوم كتيره وسامير زاهر وسامير زاهر الله يرحمه نفسي اليه وكان فيه لعبة كتيره كله ماهفتكر كده هقول وكان بقى ازيزه وفاتح مبروك وكلام ده كله كانوا ده اللي هو الجيل اللي طلع بقى من الجيل اللي طلع وبعدين كان الكابتن ميمي الشربيني كمان كان الكابتن ميمي كابتن حسن حمدي هو حسن حمدي طبعا اه اه فضلت انت بقى 18 سنة عيبته وخدتوا البطولة دي وكسبتوا الماتش بتاع سبعة واحد سبعة واحد هل انت بعد الماتش سبعة واحد ده بدأ بقى صعدو انا قد تلعنا على طول فورا ايه اللي بقى حصل بعد المباراة بعد المباراة احنا اه اخترر بقى اربع العيبة مننا مين ومين كان الخطيب اه ومصطفى يونس وانا وآآ محمد عبدالسيمير محمد عبدالسيمير باك نيفت مين اللي بلَّغك بقى ب ultكلام ده لعم مش فاكر بقى باش شاكر مش فاكر مين بلِّ لبلَّغني بس يعني اللي قالوك انتوها هتتمرنوا فوق مع الفللى ال Getting plants كان فيه كابتن فاتحنصير كان فيه كابتن مصطفى عسين كان فيه كابتن فؤاد شعبان فؤاد شعبان ماندربنا تحت مش ١٨ بقى بدايك ٢١ ٢١ انت محضرتش الفترة بتاعت الكابتن جوهري كان فريق الأمل أنا كابتن فريق الأمل كابتن فريق؟ طب ما تتكلم يا أخي الناس ما أقولك طب ما نحن لسه مشين بعد ١٨ طلعنا ٢١ وبعدين عملنا فريق الأمل احكيلي تكوين فريق الأمل فريق الأمل الكابتن جوهري كان عايز يعمل فريق يشارك بيه في الدولة يلعب درجة ثالثة درجة ربعة لغاية لما يبقى موازن الفريق الأول باسم النادي الأهلي باسم النادي الأهلي وكنا بنلعب انت تفتكر طبعا كنا بنلعب ماتشاط ضد الفريق الأول وكنا أعتقد كنا ندد الند يعني كنتوا ساعد بتكسبونا ساعد بنكسب وبعدين كنا بتطلعونا بقى ماتشاط بره حد سكنداري اسماعيلي ماصري مش عارف ايه اعتزال دزوي اعتزال حمد أمام مش عارف كده حاجات كده امم وكان عنده خطة يعني كان هشوف التفكير بتاع البودريبي اه كان طول عمره مبتكب الله يرحمه باسم النادي كابتان جاري فكان عنده تفكير ان هو مصر ان هو يعمل الفريق ده وفعلا كان فيه لعيبة كتير جدا طلعت من ال زي مين خالد كامل اه مدحط مصطفى الله يرحمه بكتور مدحط اه كابتان مصطفى عبدو اللاعب معانا وحنا ماتش تحت 23 سنة ماتش واحد بس ايوه قلت مش عالعب معاكو تاني ماتلعبتش معاكو تاني ايوه اه فهم فيه لعيبة كتير والله بل طلعت من ال من العلي زور وعلي زور اه كل من الناس عب بقى بناخد لعيبة من الدرجة الاولى يلعبوا معنا ده مرة اخدنا شطة مرة جيزو اه واللعيب اللي كان بيتعاقل بفوق ايوه بيتعاقل بفوق